اشتركوا في القناة لها اعمال كتير جدا واعمال فنية نجحة والاخبار المتدولة على السوشيال ميديا دي لو صحيح في جمهور هيزعل وفي ناس كتيرة هتزعل وهي الاخبار ان اعلان الفنانة مونة زكي قبل مهرجان الجونة مشاركتها في مهرجان الجونة وبعد كده هتعتزل الفن تماما الاخبار دي متدولة بقالها فترة على السوشيال ميديا بس طبعا احنا سمعنا الكلام ده واي معلومة بنسمعها احتمال بتكون اكيدة واحتمال لا فطبعا الفنانة مونة زكي واحنا عارفين ان زوجها الفنان الجميل احمد حلمي ما خرجوش وما حدش فيهم قال ان حقيقة الخبر ده هل فعلا بعد حضورها ومشاركتها في مهرجان الجونة وتكريمها هل هو اخر حاجة وبعد كده هتعتزل الفن تماما ولا لا ما خرجوش وما حدش قال اي حاجة وكمان التكريم قالوا ان في الاخبار اللي تدولت قالوا ان الفنانة مونة زكي اعلنت ان ده هيكون اخر تكريم مقاليها بالنسبة لمهرجان الجونة السلمائي والنهاية بعدها هتعتزل الفن والاخبار كمان بتقول ان هي ما ذكرتش سبب اعتزالها الفن تماما وما قالتش ايه هو السبب خالص والمعلومات بتقول انه هو سبب شخصي وفي انباء كمان بتقول ان سبب اعتزالها او اجبرها على الاعتزال هو الفنان احمد حلمي بس طبعا الفنان احمد حلمي احنا عارفين ان هو فنان جميل ومتفاهم جدا وبالنسبة لي ما اعتقدش ان هو ممكن يجبر الفنانة مونة زكي على الاعتزال لاي سبب من الاسباب بس طبعا دي الاخبار المتدولة عن الفنانة مونة زكي وطبعا احنا لازم نتحقق الدقة بالنسبة للخبر بس احنا زي ما احنا ما قلنا احنا قلنا الخبر لكن لسه محدش يعرف هل فعلا الخبر ده صح ولا ممكن تكون اشعة زي بقية الاشعاعات اللي بتظهر عن الممثلين في كل وقت وكمان طبعا اشعاعات زي لسه كانت اشعة امبارح عن الفنان عاد الامام ووفاته وانتشر الخبر وبعد كده لما تحققوا من الخبر قارفوا ان في حساب انتحل شخصية الفنان عاد الامام اسمه واعلن وفاته بعد دخوله المستشفى وده كان طبعا خبر غلط وكانت اشعة وتم تجذيب الاشعة فده ممكن يكون اشعة بالنسبة للفنانة مونة زكي وهنتأكد من المعلومة لو خرجت الفنانة مونة زكي او الفنان احمد حلمي واكدوا او نفوا الخبر ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا